موسيقى الظاهرة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى الأسد يبدأ استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والكريملين ينفي وجود تفاهم مع واشنطن على مستقبل الرئيس السوري الأعباد يقدم تشكيلته الوزارية الجديدة للبرلمان والقوات العراقية تدخل مركز قضائه وسط فرار مسلح داعش نعلى لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة ترابلس حكومة الوفاق الوطنية لبي تبدأ عملها في طرابلس ورئيسها يتعهد إجراء مصالحات وطنية من دون إقصاء أحد موسيقى مواجهات في إسطنبول بين قوات الأمنة التركية ومتظاهرين يحتجون على عمليات الاعتقال التي تشنها الشرطة أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا أراد الشعب السوري ذلك الأسد وفي حديث لوكالة سبوتنيك الروسية قال أنه من المهم الإسراع بالمصالحة من خلال استمالة المقاتلين المستعدين للتصدي للإرهاب بالتعاون مع روسيا وإيران الأسد رأى أن جلب قوات حفظ سلام دولية إلى سوريا غير منطقي ومستحيل مشيرا إلى أن احتلال داعش لتدمر كان دليلا على فشل تحالف واشنطن اليوم بعد مرور يومين على تحرير مدينة تدمر عدد من الدول المفترض بأنها معنية بمكافحة الإرهاب أو جزء من التحالف الدولي الأمريكي لمكافحة الإرهاب حتى الآن لم تعد الموقف من تحرير تدمر وأنا أريد أن أكون واضح بالدرجة الأولى النظامين الفرنسي والبريطاني لم نسمع أي تعليق هناك أسباب أولا لأن احتلال تدمر من قبل الإرهابي منذ أقل من عام كان الدليل على فشل التحالف وعلى عدم جدية التحالف في مكافحة الإرهاب وخاصة آيسيس أو داعش وأيضا تحريرها كان هو الدليل الآخر على عدم جديتهم من خلال الدعم الروسي جملة مواقف أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد إذ أكد في مقابلة مع وكالتين ريانوفوستي وسبوتنيك روسيتين أن الحوار السوري سوريا في جنيف تطرق إلى المبادئ الأساسية التي يجب أن تبنى عليها أي مباحثات وما تم إنجازه هو بداية وضع منهجية لمحادثات نجحة الرئيس الأسد أوضح أن المرحلة الانتقالية لا بد من أن تستمر تحت الدستور الحالي على أن يتم الانتقال للدستور الجديد بعد أن يصوت عليه الشعب السوري وأن الحكومة الانتقالية ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين ويجب أن تعمل وفق الدستور الحالي مبينا أن الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير منطقي الأسد شدد على أن إنجازات الجيش والدعم العسكرية الروسية ودعم الأصدقاء ستؤدي إلى تسريع الحل السياسي وليس العكس لافتا إلى أن سوريا غير مهيئة للفدرالية وفي حال طرح هذا الموضوع على الاستفتاء فهو يعتقد أن الشعب السوري لا يوافق عليه وأوضح الأسد أن الإرهاب في سوريا والعراق مدعوم من تركيا والسعودية ودول مثل فرنسا وبريطانيا بينما الآخرون لا يقومون بعمل جاد مشيرا إلى أن الحسارة والعقوبات الغربية على سوريا هي أحد أسباب مشكلة الهجرة أما حول إعادة الإعمار في البلاد فقد توقع الأسد الاعتماد في هذه العملية بشكل رئيسي على روسيا والصين وإيران مقدرا الأضرار التي لحقت بسوريا جراء الحرب بأكثر من 200 مليار دولار وفي الشان السوري أيضا نفع لكريملين وجود أي تفاهم أمريكي روسي على مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا صحة لما أوردته صحيفة الحياة السعودية عن تفاهم أمريكي روسي على رحيل الأسد إلى دولة ثالثة وأكد أن تفوق الجانب الروسي قياسا بالدول الأخرى يتلخص في أن موسكو لا تبحث مسائل تقرير مصير دول ثالثة بما فيها سوريا لا دبلوماسيا ولا عبر أي قنوات أخرى وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم لقاء هو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالممتاز جدا وأنه عكس تنسيقا مهما بين البلدين وبداية جيدة وحارة للعلاقات الثنائية وفاد الوفد المرافق للمعلم في زيارته للجزائر بأن الرئيس بوتفليقة وجه تحية إلى نظيره السوري بشار الأسد وتمنى خروج سوريا من أزمتها سريعا ولم أفاجأ بلقائي مع كبار المسؤولين في الحكومة وفي الدولة الجزائرية أنهم كانوا مطلعون بعمق على ما يجري في سوريا وهذا شيء أساسي ومؤشر أن القيادة في الجزائر مهتمة بخروج سوريا من هذه الأزمة بأسرع ما يمكن انطلاقا من إيماننا بوحدة سوريا أرضا وشعبا انطلاقا من إيماننا بأن التضحيات التي قدمها الشعب السوري والجيش العربي السوري يجب أن تتوج بحل سياسي يؤدي إلى تلاحم الشعب السوري على الصعيد الانتخابي تتخذ العملية الانتخابية في محافظة حلب صورة وبعدا مختلفين عن باقي المحافظات فالمدينة تشهد سباقا انتخابيا ظهر من خلال كثرة المرشحين وتنوع انتماءاتهم واللافت كثرة المرشحين المستقلين والعنصر النسائي تقرير عبدالله ظهر تبدو الأجواء الانتخابية في مدينة حلب حامية الوطيسي في ظل كثرة وتعدد المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثالث عشر من الشهر المقبل انتخابات تجرى في ظل دستور جديد يسمح لكافة القوى والشخصيات المستقلة بالترشح وبخوض العملية الانتخابية عقدنا كمحافظة عدل تشتماعات مع اللجنة القضائية لتجهيز كامل الإمكانيات لقبول طربات الترشيح وسخرنا للجنة القضائية كافة مستزمات نجاح عملها منذ أن بدأت عمليات الترشيح والآن نحن بعد أن أقفل باب الترشيح بلغ عدد المرشحين في محافظة حلب 2353 في الريف 999 مرشحا وفي المدينة 1354 مرشحا محافظة حلب أنهت استعداداتها وحددت أقلام الاقتراع إن كان لسكان المدينة أم للمواطنين الذين أتوا إليها هربا من الحرب في مناطقهم تم تجهيز مراكز في مختلف محافظة حلب في المدينة وفي المناطق المحررة من الريف وهناك أيضا خمسة مراكز لمدينة إدلب وأيضا هناك مركز لمحافظة القنيطرة وأبناء محافظة حلب ريفا ومدينة يمكن أن ينتخبوا ويمارسوا هذا الحق في دمشق وفي ترطوس وفي اللاذقية لإتاحة الفرصة للأخوة الذين يسكنون الآن في تلك المناطق لم تمنع الحرب هنا أهالي حلب من التعايش مع الجو الانتخابي والاستعداد للإقتراع لإيصال من يرونه الأفضل للدخول إلى مجلس الشعب الأجواء الانتخابية لازم كل فرد يعطي صوته ويشارك ويانتخاب الأفضل لأنه بالنهاية هي بلدنا ورأيه وكل شخص لازم يعطي رأيه أكثر من 2300 مرشح سيأخذون الصباق الانتخابي بينهم نحو ألف مرشح من ريف حلب قبيل أيام من بدء العملية الانتخابية في محافظة حلب تبدو المحافظة في أتم استعداداتها في ظل كثرة المرشحين الذين تقدموا لعضوية مجلس الشعب السوري عبدالله دهر حلب الميادين مدينة صافيتة من المدن السورية التي حافظت على أمانها وبقيت خارج دائرة الاشتباكات والمعارك لهذه المدينة التابعة لمحافظة ترطوس بعد تاريخي وهي من أبرز الوجهات السياحية في منطقة الساحل طريق تكسوه الأشجار والغابات يأخذك إلى صافيتة نحو ثلاثين كيلومترا شرق مدينة ترطوس تتربع هذه المدينة على ارتفاع يصل إلى أربعمائة مترا عن سطح البحر للتاريخ في صافيتة حصة كبيرة هذا الحصن في وسط الطبيعة هو حصن سليمان كان اسمه سابقا معبد بيت أخيخي عمره نحو ألف وثمانمائة سنة وبني خلال فترة حكم الأباطرة السوريين لروما أما هذا البرج فهو برج صافيتة الأثري من أطخم الأبراج التاريخية في الشرق الأوسط برج الصافيتة هو جزء من قلعة هي قلعة البيضاء أو قلعة برج الصافيتة هو الجزء المركزي أو البرج المركزي في هذه القلعة وهو مبني في فترة بين 1100 و 1150 خلال الحروب الصليبية كمبنى متعدد الاستعمالات أول شيء كنيسة ثاني شيء حصن ثالث شيء مركز إداري في الطابق الثامن منه داخل البرج كنيسة عمرها أكثر من ثمانية قرون وفيها أيقونات تاريخية منها ما يعود إلى القرن السابع عشر أما أعلى البرج فيشرف على مساحة واسعة جدا تصل غربا إلى البحر المتوسط وشرقا إلى قلعة الحصن وجبل السيدة الأحياء المحيطة بالبرج تاريخية أيضا هذه المنازل الأثرية مسجلة في مديرية الآثار ومحمية منها وعمرها من عمر البرج في صافيط أيضا أكثر من ثلاثمائة وستين ينبوعا طبيعيا إضافة إلى مساحات خضراء شاسعة تغطي معظم المدينة والنواحي التابعة لها طبيعتها الساحرة ومواقعها الأثرية جعل من صافيط واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الساحل السوري أما بقاؤها خارج دائرة الأحداث الأمنية فقد استقطب إليها الوافدين من المحافظات الأخرى هبط الله بيطار صافيط الميادين وحول الأوضاع في سوريا وأيضا السعدادات لانتخابات الشرعية معي الآن مباشرة من النبك في ريف دمشق مراسل الميادين محمد الخضر أيضا معي من حلب مراسل الميادين عبدالله ظاهر أبدأ معك محمد الخضر منطقة النبك والمناطق المحيطة بها لها خصوصية خلال أزمة خلال خمس سنوات كيف تستعد هذه المناطق للعملية الانتخابية وكيف تنظم فيها هذه العملية خاصة أن هناك سكان غادروا بعض المناطق هناك من السكان من أعيدة حديثا إلى مناطق أخرى قريبة من النبك في هذه المنطقة الحدودية مع لبنان بالفعل كمال هذه المنطقة النبكية أكبر مدينة في منطقة القلمون حوالي ثمانين كيلو مترا إلى الشمال من دمشق ستون ألف نسمة يقتنون في هذه المدينة إضافة إلى الألاف الوفدين من مناطق أخرى حتى من درعة مثلا البعيدة نسبيا يوجد هنا من وفدة إلى هذه المنطقة في دلالة رمزية كبيرة على المناخ الآمن وعودة الاستقرار إلى هذه المنطقة التي كانت قبل حوالي سنتين تماما يعني مسرحا لمواجهات أدت إلى أبعاد المسلحين من هذه المنطقة بشكل كامل وحتى من القلمون برمته في النبك في الواقع هناك حضور كثيفة لاليافطات للملسقات الإعلانية الخاصة بالمرشحين ما يشير إلى وجود حالة من التفاعل مع هذه الانتخابات ربما لا نبالغ إذا قلنا أنها لا تختلف كثيرا حتى عن شوارع العاصمة دمشق بحضور الانتخابي وبحضور المرشحين اليوم كان هناك مهرجان كبير لأحدى القوام الانتخابية بالطبع كان هناك تفاعل في الصالة الرياضية يعني ألاف المشاهدين أو ألاف السكان من هذه المدينة شاركوا في التفاعل مع هذا الحراق ومع هذا المهرجان الانتخابي حتى الحركة في الشوارع كما ترونها هنا في هذه الساحة تشير إلى أن الحياة بالفعل طبيعية بالتمام والتفاعل مع هذه الحالة الانتخابية كبير جدا في دمشق لم نشاهد حتى الآن عودة الخيام أو التجمعات الجماهيرية للناخبين أو للمرشحين بالأحرى هنا نجد الخيام الانتخابية نجد هناك حفلات للناخبين هناك تفاعل حتى من البلدات والمناطق المجاورة من مناطق القلمون من يبرود من رأس المعرة من دير عطية من قارة وجدنا منهم أتوا إلى هذه المنطقة تشجيعا لناخبين لمرشحين مقابل مرشحين آخر في إشارة واضحة بالفعل إلى حالة التفاعل كبير مع الحالة الانتخابية في منطقة القلمون تحول إلى حلب ومن هناك عبدالله ظاهر عبدالله أيضا كما منطقة القلمون كان لها أهمية أو كان هناك أدوار كثيرة عسكرية ولها طابع اجتماعي في هذه المناطق أيضا مدينة حلب من ضمن المدن السورية تعاني أيضا سمحني نبدأ بالوضع الميداني في حلب وريفها وبعد ذلك نتحدث عن الاستعدادات في المدينة للعملية الانتخابية صحيح صحيح كمال يعني الأجواء في مدينة حلب ما بين حلب الغربية وحلب الشرقية هادئة تماما منذ أيام ليس هناك أي من خرق لوقف إطلاق النار أو الهدنة سوى بالأمس ما حصل وأشرنا إليه في نشرة العاشرة أود أن نشير كمال إلى مقتل مبعوث متزعم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إلى ريف حلب ومعه أحد المسؤولين العسكريين أبو الهيجاء التونسي إثر استهداف طائرات للتحالف الدولي السيارة التي كانت تقلهم إلى مدينة الرقع ومنها إلى ريف حلب الشمالي وأيضا أود أن نشير أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في قرية مريغل بريف حلب الشمالي بين مسلحين من لواء السلطان مراد وتنظيم داعش طيب أريد عبد الله فقط أن تعيد لمقتل من في البداية مبعوث متزعم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إلى ريف حلب طيب بالنسبة للمدينة الآن والعملية الانتخابية العملية الانتخابية لم يكن أحد يتوقع هذا الصباق الانتخابي أو التنافس الانتخابي ما بين المرشحين واللوائح في محافظة حلب حقيقة الشارع عكس يعني كان بعكس كافة التوقعات أو الرهانات التي كانت تشير إلى أن العملية الانتخابية للعام 2016 سوف تكون باردة أو لن يكون عليها إقبال إن كان اقتراعا وطبعا سنعرف ترجح في الأيام المقبلة خلال عملية الانتخاب ولكن المشهد العام في مدينة حلب يشير إلى أن التنافس كبير وأقبال المواطنين على صندوق الاختراع سوف يكون كبيرا أود أن نشير كمال إلى أنه في اليومين المقبلين وبحسب مصادر من محافظة حلب سيتم تحديد كافة مراكز الاختراع وأماكنها وذلك قبل أسبوعين من بداية الانتخابات وأيضا أود أن نشير أنه بات بإمكان سكان حلب الموجودين في منطقة اللذقية الساحلية يعني المحافظة الساحلية بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية القاضي صالح وهبي في اللذقية عن تجهيز مراكز لأبناء حلب والرقة وإدلب للأدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب أشكرك جزيلا شكر عبدالله ضاهر من حلب ومحمد الخضر من النبك في ريف دمشق شكرا جزيلا لكم ميدانيا سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على طريق استراتيجية تربط الحسك بدير الزر والرقة وذلك من خلال سيطرة على قرية المالحة ومحطتها النفطية هذا وتحاول والقوات تقدم باتجاه ريف الرقة الجنوبي لقطع طريق إمداد داعش بين دير الزر والرقة فيما أفادت المعلومات الميدانية بوجود حشود لقوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي وتوقعات بقرب اقتحامها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المستشارين العسكريين الروس أدوا دورا مباشرا في التخطيط لعملية تحرير تدمر ونفذت الطائرة الروسية أكثر من ألفي ضربة لدعم عملية تحرير المدينة كما أعلنت الوزارة أن أولى وحدات وصلت إلى سوريا لإزالة الألغام من الجزء التاريخي من مدينة تدمر الأثرية وتعزيزا للحضور البحري الروسي قبلة الساحل السوري أبحرت سفينة سيربوخوف العسكرية الروسية من ميناء سيفستيبول باتجاه البحر الأبيض المتوسط وستحل هذه السفينة محل سفينة زيلوني دول التي كانت تتولى المناوبة في ميناء طرطوس منذ بداية فبراير شباط الماضي وقد زودت السفينة بصواريخ مضادة للسفن والغواصات وبصواريخ كروز ذات المدى البعيد قدم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تشكيلته الوزارية الجديدة إلى البرلمان مراسلنا أفاد بأن العبادي يعقد اجتماعا مغلقا مع هيئة رئاسة البرلمان وتشير معلومات الميادين إلى أن الوزارات المرجح أن تقدم للبرلمان بترشيحات وزراء جدد هي النقل والزراعة والصحة والعدل والموارد المائية وتجارة وأكدت المصادر أن العبادي يملك ورقتين لمرشحيه للوزارات الورقة الأولى بأسماء كاملة وبعناوين مستقلة وحصرا من التكنقراط أما الورقة الثانية فهي جزئية بأسماء لوزراء عددهم تسعة أو أقل وفقا لطلبات الكتلة السياسية معي يلان مباشرة من بغداد مراسل الميادين عبدالله بدران عبدالله مباشرة أي من الورقتين إن كان هناك معلومات ستقدم إلى البرلمان نعم كمال في هذه الأثناء يجتمع رئيس الحكومة حيدر العبادي مع هيئة رئاسة البرلمان العراقي ضمت طبعا رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه أرام شيخ محمد وشيخ همام حمودي حتى لحظة وصول رئيس الوزراء العراقي العبادي إلى الاجتماع المغلق في مكتب سليم الجبوري داخل البرلمان العراقي لم يتم الحسم وكانت مجرد اتفاقات أولية حتى هذه اللحظة ما رشح للميادين أن هناك اتفاقا أوليا على أن تكون التشكيلة الوزارية ما بين 16 إلى 17 حقيبة وزارية يتم التصويت عليها تترك بعض الوزارات يتم حسم موقع الهيئات المستقلة خلال مدة شهر العبادي يريد التوجه إلى الكتل النيابية لدعمه في التحرك صوبة تشكيل حكومة تكنقراط لكن الموقف داخل البرلمان العراقي أن اتحاد القوى برئاسة أسامة نجيف هنا برئيس الجمهورية السابق يصر على أن التغيير يجب أن يكون شاملا كاملا لكل الوزارة ولا يصوت على تغيير جزئي للتشكيلة الوزارية من التكنقراط التحالف الكردستاني موقفه ثابت بعدم المساس بمناصبه حتى هذه اللحظة يجد الكرد أنهم لم يتم الإبراق لهم لترشيح أو لإفهامهم الحاجة لتقديم بدلاء عن غزرائهم وبالتالي هم يرفضون موضوع التصويت على التغيير والإبقاء على الحصص الكردية المتضمنة 20% من التشكيلة الوزارية هذا من جانب من جانب آخر هناك نوعا ما مرونة أبداها طرفان كبيران داخل التحالف الوطني هم التيار الصدري وحزب الدعوة بعدما كان حزب الدعوة بزعامة أمينه العام نوري المالكي مصرا على أن يكون التغيير كامل وشامل لكل الحقيبة الوزارية أبدأ استعدادا لأن يكون هناك تغيير جزئي إذا كانت على الأقل 9 حقائب وزارية تتضمن الوزارات السيادية الصدريون كذلك كانوا مسررين ولديهم مصطلح شعبي على التغيير الوزاري بالكامل وهم اليوم أبدوا مرونة نوعا ما بحسب ما رشح من لقاء جمعة ممثل زعيم أتار الصدري الشيخ علي سميسم بمستشار رئيس البرلمان رشيد العزاوي ونتج عنه أن هناك إمكانية لأن يوافق الصدريون ويخففوا من ضغطهم في الشارع لجهة التغيير الجزئي العبادي من المفترض خلال هذه اللحظات بعد أن انسحب من اجتماع هيئة رئاسة البرلمان اتجه إلى قاعة التحالف الوطني في البرلمان العراقي برفقة الشيخ همام حمودي هناك حديث عن الاعتماد نهائيا خلال هذه المرحلة الاعتماد على الوثيقة التي قدمها عمار الحكيم كتل سياسية على ما تعتبره الاستحقاق الانتخابي للأصوات التي حصدتها في البرلمان وبين الدفع للعبادي باتجاه الذهاب لتشكيل حكومة تكنقراط مستقلة لكن تبقى العقدة هي كيف يمكن للعبادي أن يرأس حكومة تكنقراط مستقلة وهو رئيس وزراء ضمن الحصة والتوافق طيب انتهى الوقت عبدالله لكن أريد بسرعة الأنباء كانت تقول أن اليوم يمكن أن يعلن بانتظار السيد العبادي أن يقدم هذه التشكيلة الوزارية لكن استبق قدوم العبادي مواقف الاتحاد القوى الاتحالف الكردستاني الاعتراض على أن يصوتوا على تغيير وزرائهم أو أن تكون التصويت على موقف على عدد من الوزارات وهو تصويت جزئي لذلك يبدو أن هناك تمديد لجلسة البرلمان من أجل الحفاظ على أن تكون الجلسة مستمرة ولم يكن هناك خرق الاتفاق أشكرك جزير الشكر عبدالله بدران مراس الميادين كنت معنا مباشرة من بغداد أعلن قائد وحجد عشائر ناحية البغداد بمحافظة الأنبار دخول القوات الأمنية العراقية إلى مركز قضائه غرب المحافظة كما أكد تحرير الحية الصناعي ومعمل الغاز وبحسب القائد الميداني فأن مقاومة تنظيم داعش أسمحت ضعيفة بعد اشتداد القصف الجوي وكان جهاز مكافحة الأرهاب العراقي قد أعلنه ربع ناصر التنظيم من القضاء كذلك تفق الحجد الشعبي وعشائر العباد على المشاركة في تحرير جنوب غرب كاركوك معي الآن مباشرة من شمال صلاح الدين مراسل الميادين محمد الفهد الوضع على الجبهة محمد نعم كمال دعنا نبدأ من جبهة الموصل وتحديدا من جنوبها حيث قضى مخمور الذي تتخذ منه القوات العراقية المشتركة عملياتها انطلاقا نحو جنوب الموصل يوم أمس كان هناك اجتماع لوزير الدفاع العراقي مع القوات المشتركة ربما للتحضير للصفحة الثانية من هذه العملية التي انطلقت من الجنوب وحررت عددا من القرى باتجاه ناحية القيارة إلى الجنوب من الموصل أيضا على المستوى السياسي كان هناك نفي من قبل مكتب رئيس الوزراء بالسماح للقوات التركية بالمشاركة في هذه المعركة إذا منطلقت بشكل فعلي أيضا لم تتضح الصورة بعد عن مشاركة قوات الحجد الشعبي المركزي يعني وليس الحجد الشعبي الموجود في الموصل الأصلا والتابع للعشائر في هذه المعركة إذا منطلقت هنا في هذا المحور وتحديدا شمال صلاح الدين على حدود قضاء الشرقات الذي تسيطر عليه عناصر داعش كان البارحة قصف للطائرات العراقية لتجمعات لداعش كانت تنشط في القرى التي تمتد من شمال محافظة صلاح الدين وصولا إلى الشرقات ودمرت عددا من خطوطهم الدفاعية تبعه قصف متفعي وكذلك بالصواريخ لهذه التحركات وبحسب القادة الميدانين هنا فأن الخطوط الدفاعية الأولى لتنظيم داعش في قضاء الشرقات قد انهارت وبالتالي إذا ما كانت هناك عملية فأن الأرضية مناسبة من هذا المحور تحديدا من شمال صلاح الدين لتحرير الشرقات باعتباره نقطة ستراتيجية تربط بين عدة محافظات يعني قضاء الشرقات الذين تواجد على حدوده يربط بين شمال صلاح الدين وبين الأنبار نحو حديثة وكذلك بين جنوب الموصل وبالتالي سيكون طريق نحو الموصل إذا ما انطلقت العمليات بشكل فعلي نذهب إلى جبهة الرمادي وتحديدا معركة تحرير هيت انطلقت فعليا هذه العملية بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة والبادية التي تتولى يعني تتولى مسك الأرض في غرب الأنبار وكذلك بين الفرقة السادسة عشرة التابعة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب ومقاتلي العشائر وصلوا إلى حدود هيت وحرروا بعض المناطق التي تقع على بعد كيلومتر من هذا القضاء وبالتالي مستمرة العمليات هناك وبحسب يعني البيانات التي تخرج من العمليات المشتركة هناك فأن دخول هيت سيكون سهلا في الساعات المقبلة باعتبار أن هيت تعرض إلى قصف جوي وهذه المرة اشتركت طائرات الـ F-16 نعم محمد في قصف الأهداف والمراكز المهمة داخل هيت نعم محمد الفهد مراسل الميدي من شمال صلاح الدين أشكرك جزيل الشكر أكد وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند استمرار دعم بلاده لبنان للمساعدة على مواجهة داعش ولسيما أن لبنان على خط المواجهة الأول مع هذا التنظيم موقف هاموند أتى بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في مستهل زيارته لبنان بريطانيا تدعم القوى الأمنية اللبنانية ونحن فخورون وندعم الطريقة التي تحمي بها أمن البلاد في القتال ضد داعش ولبنان على الخط الأول في القتال ضد الإرهاب ونتطلع إلى العمل مع كل اللبنانيين علمنا رئيس حكومة التوافق الوطني الليبي فايز السراج بدأ أعمال الحكومة في العاصمة الليبية والتعاهدان تسعى حكومته التي تدعمها الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من دون إقصاء أحد في هذه اللحظة التاريخية المباركة بإن الله نعلن لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة رابلس إننا بعون الله بما سنادت الجميع سنعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون بمشاركة كل الليبيين والعمل على وقف أطلاق النار وسفك دماء الليبيين في كل أنحاء البلاد وتوحيد جهود الليبيين لمواجهة خطر تنظيم الدولة داعش لقد بدأ دم الفعل في الخطوات العملية اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا المصرف المركزي والمواصل الوطنية النفط وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية اللازمة لحل الأزمات الحالية ورفع المعاناة على المواطن البسيط أصول الحكومة إلى طرابلس ترافق مع اشتباكات مسلحة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مشاهد الاشتباكات غرب طرابلس وفاد شهود عيان بأن سيارات ومسلحين انتشروا في الشوارع كذلك اقتحم مسلحون مقر قناة النبأ الفضائية القريبة من حكومة طرابلس أجبر العملين فيها على مغادرتها بعدما أوقفوا بثها جرح شرطي تونسي في كمين نصبه متطرفون دورية أمنية في منطقة جبلية بولاية القسرين على الحدود مع الجزائر وفق ما أعلنت وزارته الداخلية الوزارة أعلنت أيضا تمكنها من إلقاء القبض على خمسة عشر شخصا في مدينة قفصة جنوب البلاد ولفتت قوى الأمن إلى أن هؤلاء يمثلون خلية إرهابية على صلة بجماعة متطرفة في ليبيا وقد تلقى بعضهم تدريبات عسكرية في إحدى مدن ليبيا كما قبضت القوى الأمنية في سيدي بوزيد على خلية داعشية جميع أفرادها من الفتيات نشبت اجتباكات بين الشرطة التركية ومتظاهرين في اسطنبول تجمعوا في المدينة احتجاجا على عمليات الاعتقال التي تشنها الشرطة وكانت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول قد اعتقلت خمسة أشخاص في عملية أمنية نفذتها في مكتب مجلة يوريوش في منطقة سلطان غازي بالمدينة بمشاركة قوات خاصة وشرطة مكافحة الشغب مدعومة بمروحية للشرطة أعلنت مصادر عسكرية ستين مقاتلا على الأقل بينهم خمسة وأربعون من أفراد قوات الرئيس عبد رب منصور هادي قتلوا منذ الثلاثة في مواجهات في ميدي بمحافظة حج غرب اليمن يأتي ذلك فيما تتواصل غارة التحالف السعودي على أكثر من مدينة بالتزامن مع مواجهات متفرقة للمرة الرابعة على التوالي تغفق قوات الرئيس هادي مدعومة بالقوات السعودية بتقدم في ميدي بمحافظة حج غرب اليمن فبرغم الغطاء الجوي المكثف للتحالف استطاع الجيش واللجان الشعبية كسر زحف قوات هادي وقتل العشرات بحسب مصادر عسكرية وذلك بعدما نفذ الجيش واللجان عملية التفاف عليهم ومحاصرتهم ومن غرب اليمن إلى شرقه وتحديدا في مأرب أطلقت القوات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا باليسيا من طراز قاهر واحد على تجمع لقوات هادي بالقرب من معسكر نخلة طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات جوية على سوق مدرية سرواح غرب مأرب ومنطقة المجح بالتزامن مع صد الجيش واللجان الشعبية محاولة قوات هادي الهجوم على مدرية مجزر شمال المحافظة وإلى حضرموت جنوب البلاد حيث استهدفت سلسلة غارات جوية تجمعا لعناصر تنظيم القاعدة في معسكر الريان شرق مدينة المكلة ما أدى بحسب مصادر متطابقة إلى حصول انفجارات في المنطقة أما في تعز فقد جريحا وقتل عدد من أفراد قوات هادي والتحالف بقصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم في القرية الجنوبية بمدرية ذوباب الساحلية فيما تجددت الاشتباكات بمحيط حضائق الصالح بمنطقة الضباب جنوب غربي تعز هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية منزل الشهيد الفلسطيني إهاب فتح مسودة في الخليل الذي نفذ عملية الطعن قرب الحرم الإبراهيمي نهاية العام الماضي التي أدت إلى مقتل مستوطن الشاب مسودة استشهد فور تنفيذ العملية برصاص الاحتلال وفق مصادر فلسطينية فإن سلطات الاحتلال تستعد أيضا لهدم منزل الشهيد عبد الرحمن يسري مسودة الذي استشهد في شارع الشهداء بنيران جنود إسرائيليين بعد محاولته طعم أحدهم أواخر العام الماضي في غضون يقل من يومين تحول سياسيان إسرائيليان رفعاء المستوى ومؤثران في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى متهمين محتملين في تحقيقين منفصلين للشرطة الإسرائيلية تقرير منال إسماعيل بعد 17 عاما على اتهامه بقضايا فساد ورشوة وسجنه ثلاث سنوات وجد رئيس حزب شاس ووزير الداخلية أرييد درعي نفسه في دائرة الشبهات من جديد حيث طالب المستشار القضائي للحكومة بإجراء فحص بتهم فساد بحقه ولسيما أن لائحة أملاكه الشخصية الفخمة تطول لدي طلب واحد لكي نستطيع مواصلة العمل وهو الإسراء في التحقيقات قدر الإمكان لإزالة الشبهات وأنا مستعد للمساعدة في كل شيء وبعد 16 عاما على اتهامه بارتكاب مخالفات في قانون الجمعية يواجه زعيم المعارضة ورئيس المعسكر الصهيوني إسحاق هيرتسوغ تهما بارتكاب مخالفات في قانون تمويل الأحزاب حيث تتركز التهم على الشكل الذي جرت فيه إدارة الانتخابات التمهيدية لحزب العمل عام 2013 التي فاز فيها هيرتسوغ على منافسته شلي يحيموفيتش يجري الحديث عن محاولات تصفية سياسية وافتراءات سياسية كان الليكوت قد طرحها عشية الانتخابات وقد نفيتها حينها محللون أشاروا إلى أن الشبهات حول درعي إذا ثبتت سيكون لها تأثير كبير في الخريطة السياسية والحكومية في إسرائيل وفيما قال سياسيون إنه لا يمكن الاستمرار في العمل على هذا النحو في الاتلاف الحكومي لفت مراقبون إلى أن على نتنياهو تغيير سياسته التي تقول اجلس ولا تفعل شيئا والعمل فورا على تغيير تركيبة حكومته الاتلافية وعلى ضفة المعارضة من شأن الشبهات التي تحوم حول هيرتسوغ أن تضع حدا لطموحاته السياسية وأن تدخل حزب العمل في دوامة جديدة من صراع النفوذ وتراجع إضافي في مكانته أعلن الجيش الأمريكي نيته تعزيز قوات حلف الشمال أطلسي في أوروبا بلواء مدرع سينشر شرق أوروبا مطلع عام 2017 خطوة الأمريكية اعترضت عليها موسكو وأعلنت أنها ستتخذ الخطوات اللازمة للرد عليها علي مرتضة أهلا بكم في أهم تعزيز أمريكي لحلف الشمال الأطلسي منذ اندلاع التوتر بشأن تحرك روسيا في أوكرانيا أعلن الجيش الأمريكي أن إجمالية قواته في أوروبا سيبلغ ثلاثة ألوية عسكرية أمريكية مع إرسال لواء قتالي مدرع إلى الشرق أوروبا مطلع عام 2017 الجيش الأمريكي أكد أن الخطوة تأتي ردا على مواصفه بتصرف روسيا العدواني مضيفا أن اللواء المزمع نشره سيرفع قدورات القوات الأمريكية على القيام بمناورات في المنطقة ويضم اللواء المدرع أربعة ألاف وخمسمائة جندي مزودين بعربات عسكرية وتجهيزات أخرى وسيتنقل بين دول المنطقة لمدة التسعة أشهر قبل أن يستبدل كيف سترد موسكو؟ هي تتايم حلف شمال الأطلسي النيتو باتخاذ الوضع في أوكرانيا ذريعة للإقتراب من حدودها لكن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أونتونوف لا يرى حاجة لإرسال مزيد من الدبابات الروسية إلى دول البلطيق أليكساندر جروشكو مندوب روسيا الدائم لدى حلف النيتو حذر من أن موسكو سترد بأقصى قدر من الفعالية على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي والأطلسي قرب حدودها مضيفا أن هذه الخطوات تدل على تدهور جدي للوضع الأمني في المنطقة وسط تساؤلات عن احتمال أن تكون خطوة النيتو المقبلة ضم جورجيا وأوكرانيا إليه جروشكو حذر من ذلك بالقول أن حدوثه سيجعل أوروبا على حفة أزمة خطرة تصدف واشنطن اليوم وغدا القمة الدولية الرابعة بشأن الأمن النووي القمة تعقد بمشاركة خمسين دولة فيما يقاطعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيران ويضغى على أعمالها التخوف من سيناريو امتلاك تنظيم داعش قنبلة قثرة وذلك بعد تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو من أنه لا يمكن استبعاد إمكانية استخدام الأرهاب مواد نووية والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع زميرة فاطمة روماني تفضلي فاطمة شكرا كمان أهلا بكم تضعف عز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي المصرف المركزي قدر العجل بثمانية مليارات وتسعمائة مليون دولار ارتفاع العجل بهذه الصورة يعود إلى تراجع صاف التحويلات النقدية ولسيما من المختاربين إلى ما دون أربعة مليارات دولار إضافة إلى تراجع الإرادات السياحية بعد سقوط الطائرة الروسية في منطقة سيناء من عكس سلبا على السيولة بالعمولات الأجنبية طلبت ليبيا من مجلس الأمن الموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية الخاص بها والمصنف ضمن قائمة سوداء من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار سببها سوء إدارة الأصول المجمدة وتكلف الصندوق خسائر تصل إلى سبعمائة وواحد وعشرين مليون دولار منذ عامين وفشل في تحقيق إرادات تبلغ مليارين وثلث مليار دولار بسبب عجله عن استثمار الأصول المقدرة بنحو سبعة وستين مليار دولار أبقى المصرف المركزي التونسي أسعار الفائدة من دون تغيير ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا أربع نقاط مئوية وربع نقطة وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي خفض المصرف سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في محاولة منه لتغيير النمو الاقتصادي وللحد من تراجع تضخم فرضت إمارة دبي ضريبة تعادل عشرة دولارات على كل مسافر عبر مطاراتها وستطبق على جميع الركاب بما يشمل ركاب الترانزيت بهدف تمويل توسيع المطارات وسافر أكثر من ثمانية وسبعين مليون شخص العام الماضي من مطار دبي الدولي الذي أصبح الأول في العالم لناحية المسافرين الأجانب المطار شهد عملية توسعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وتستعمله اليوم مئة شركة طيران لنقل ركاب إلى أكثر من مئتين واربعين وجهة في العالم الوجه القبيح لللعبة الجميلة عنوان تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية أكد أن عين من مئة عامل أجنبي تمثل جزءا بسيطا ممن يعملون على بناء ملعب كرة قدم في قطر بتكلفة تبلغ مئتي مليار دولار أظهرت أنهم عن تجاوزات فاضحة ومنهجية بما في ذلك إجبارهم على العمل القصري المنظمة أكدت أن الشركات التي وظفت العمال تعطيهم أجورا أقل من المتفق عليها ويجري إيواؤهم في مخيمات بائسة ومنع عدد منهم من العودة إلى بلادهم لمساعدة أسرهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال العام الماضي نحن نرى أن وضع العمال المهاجرين في قطر سيء جدا لا يمكن لأهم حدث رياضي في إعلام أن يستند إلى استغلال العمال هذا ببساطة غير مقبول العمال المهاجرون يتعرضون لإساءة في المعاملة خلال عملهم وتدفع رواتيب أقل من المتفق عليه لهم ويجري تأخيرها كثيرا كما يجبر العمال على العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية جدا إضافة إلى ذلك يعيش العمال في ظروف بائسة جدا في قرف مقتضة وبدون توفير مرافق صحية ملائمة ويعانون عدم توفر الكهرباء والتكييف وتسحب جوازات سفرهم ويمنعون من العودة إلى بلادهم ارتفع ناتج المحلي الإجمالي في تركيا بصورة فاقت التوقعات بيانات معهد الأحصاء أشارت إلى معدل نمو يبلغ 4% خلال العام الماضي مقارنة بالـ 3.9% كان يتوقعه الخبراء النمو التركي تلقى دعما من الآداء القوي في الربع الأخير من العام الماضي حين بلغ 5.7% لأساس سنوي وبرغم هذا الأداء ما زال خبراء الاقتصاد يحذرون من حدوث تباطئ خلال العام الجاري تراجعت العقود الآجلة للنفط في المعاملات الآسيوية مع تسجيل الخام الأمريكي أدنى مستوى له خلال أكثر من أسبوعين وستجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعد ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي ودفع هبوط الدولار إلى المزيد من الانخفاض في أسعار الخام وانخفض خام برانت أدونا 39 دولارا للبرميل وتعاني الأسواق العالمية فائضا في المعروض النفطي يتجاوز مليون ونصف مليون برميل يوميا المدير في شركة سينو باك الصينية للنفط تشونغ فول يونغ توقع أن ترتفع واردات بلادي من الخام إلى 7 ملايين ونصف مليون برميل يوميا خلال العام الحالي متجاوزة الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم ومن شأن هذه التوقعات أن تحدى من تراجع أسعار النفط على المدى القريب وكانت واردات الصين من الخام قد ارتفعت خلال العام الواضي بنسبة اللامست 9% على أساس سنوي نهاية مجاز الاقتصاد وعودة لمتابعة نصر معك عمال فاطمة شكرا جزيلا لك مع تزايد العمليات الانتحارية التي تنفذ في باكستان بدأ الجيش الباكستاني عملية أمنية موسعة في إقليم البنجاب الإقليم الأكثر أمنا في باكستان تقرير بكر يونس تتأزم الحالة الأمنية في باكستان مع تزايد الضغط العسكري من قبل الجيش الباكستاني على معاقد المسلحين في شمال وغرب باكستان يعمد المسلحون إلى استهداف إقليم البنجاب الأمر الذي دفع القيادة العسكرية إلى اتخاذ قرار صعب وهو البدء بعملية أمنية موسعة تحت إمرة الجيش في إقليم البنجاب من دون الرجوع هذه المرة إلى قرار برلماني ما سيشكل أزمة داخلية لكن الأمر حتمي لا محالة نحن نعمل على حفظ كل قطرة من أبناء شعبنا وسننتقم لكل قطرة دم نزفت وسنستمر في هذه السياسة حتى ملاحقة آخر مسلح نعمل على وجه الحقيقة أن هذه المناطق أصبحت ملجأ للمسلحين حيث اتخذوا الآن من البنجاب قاعدة للانطلاق بعد خسارتهم في الشمال أحداث مدينة لهور الأخيرة التي تشابه من حيث كثرة ضحاياها مع أحداث متشابهة في مدينة بشاور تشير إلى زخم في العمليات التي ينفذها المسلحون رغم ما تظهره الإحصائيات من انخفاض كبير في معدل العمليات المسلحة خلال عام تقريبا لكن هذا الانخفاض تحول إلى قنابل موقوتة شديدة الأذى حال انفجارها يتحرك الجيش الآن من غير موافقة علنية للحكومة وهذا سيعمل على إيجاد جدل واسع ولكن لا يمكن التخلي عن العمل العسكري وإن نجح الجيش فسيكون هذا النجاح مهما وتاريخيا الحل العسكري لطالما كان الخيار الذي تعمل القيادات على اتخاذه كوسيلة لتحسين الوضع الأمني في باكستان ولا سيما أن المحاولات التفاوضية والدبلوماسية مع مسلحي طالبان تحديدا ومسلحي جماعات أخرى لم تنجح حيث تلجأ هذه الجماعات إلى استخدام العمليات التفجيرية كورقة ضغط لفرض مطالبها على الحكومة الباكستانية لا يفل الحديد إلى الحديد هي المعادلات الأمنية التي بات على القيادة الباكستانية اتباعها لتحسين الوضع الأمني في البلاد وإن كانت هذه المعادلة ستستخدم في إقليم البنجاب الأكثر استقراراً أمنياً هنا باكر يونيس إسلام أباد الميادين والآن إلى أخبار الرياضة مع زميرة أماني مهنة فضلي أماني شكراً لك كمان أهلاً بكم بلغ من العمر قرناً ولا يزال يتمرن لخوض سباق جديد جيوسيبي أوتافياني بدأ أمس خوض غمار سباق بل سباق أنكونا 2016 ومن المتوقع يكسر أرقام قياسية عدى في السباق الذي يمتد حتى الثالث من الشهر المقبل في مسيراته الطويلة أحرز 48 لقب إيطالياً ويملك 13 رقماً قياسياً لعمر مفوق الخمسة والتسعين عاماً ورقمين قياسيين لمائة عام عشية مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المدرب في سنت ديلبوسكي يصر على البقاء محايداً كاميرا الميادين التقت مدرب منتخب إسبانيا في فندق الاتحاد المحلي حيث أكد أن المباراة ستكون متكافئة متمنياً عدم وقوع أي لعب في فخ الإصابات المدرب المخضرم قال أن حبوب منتخب إسبانيا كبيرة للحفاظ على لقب كأس أوروبا الصيف المقبل مع احترامه الكبير للمنتخبات المشاركة ابن الأربعة والستين عاماً قال لمجموعة لعبين أتوا من لبنان إن الوصول إلى العالمية يتطلم صبر وتواضع في آن واحد أندريس انيستا يحث زملائه في برشلونة على الفوز بالكلاسيكو تكريماً للأسطورة الراحل يوهان كرويف الرسام رأى أن اللقاء سيكون مناسبة رائعة لإهدائه لروح كرويف الذي قدم الكثير لبرشلونة ولعالم كرة القدم المباراة المقررة السبت هي الأولى للنادي الكتالوني على أرضه بعد وفاة كرويف سيجري قبل انطلاقها الوقوف دقيقة صمت وسيعرض فيلم قصير لمسيرة الهولندي مع بطل إسبانيا وأوروبا المدرجات ستشهد الحدث الأبرز سيتمثل لوحة بل ستمثل لوحة عملاقة مكونة من 90 ألف بطاقة بعدد الجماهير الحاضرة وسيكتب عليها بالأسبانية شكراً يوهان سوء النتائج يطيح جاري نافل من تدريب فالنسيا النادي الإسباني أعلن الخبر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني وجاء فيه أن النادي قرر إجراء التغيير بعد تحليل دقيق لوضع الفريق إدارة الخففيش سلمت دفة القيادة للمدرب باكو أيستاران حتى نهاية الموسم أيستاران عمل مساعدة مدرب في فالنسيا بين عامي 2001 و2004 وتولى المنصب ذاته في ليفربول بين عامي 2004 و2007 كرة القدم اليونانية تواجه خطر الاستبعاد من المسابقات الدولية بعد فشل الاجتماع بين وزير الرياضة اليوناني والاتحاد الدولي أطرفاني فشلاف التواصل إلى حل بشأن نزاع الناجم عن إيقاف مسابقة الكأس الوزير اليوناني كان قد أوقف المسابقة مطلع الشهر الحالي على خلفية حوادث عنيفة وقعت خلال مباراة نصف النهائي بين فريقي باوك وأوليمبياكوس أما فيفا فيطالبه بإعادة إطلاقها بعد تقدم الاتحاد اليوناني بطعن بقرار ستافروس كوندونيس أمام المحكمة الإدارية العليا والاتحاد الأوروبي أرفع أوسمة بوليفيا منحها رئيس البوليفي إيفو موراليس لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو موراليس منح ويساما كوندو ألانديس لسويسري تقديرا لالتزامه تحسين كرة القدم إنفانتينو عبر عن تأثيره الكبير لتقليده الويسام من موراليس الذي لا يعد فقط رئيسا عظيما وإنما أيضا لاعبا ومشجعا لكرة القدم إنفانتينو يخوض اليوم في بوليفيا مباراة بمواجهة موراليس وقال ممازحا أن هذا اللقاء سيكشف ما إذا كان رئيس البلد اللاتيني أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ بوليفيا في دور السلة الأمريكي للمحترفين شوط إضافي احتاج إليه جولدن ستيت ووريرز لتخطي مضيفه يوتا جاز بفارق سبع نقاط سيفين كوري سجل 31 نقطة والتقت سبع متابعات فمثل مفتاح الفوز السادسي على توالي والثامن وستين هذا الموسم لمتصدر القسم الغربي رودي جوبرت كان الأفضل في ففوف يوتا سجل 11 نقطة والتقت 18 متابعة لكنه لم ينجح في تجنيب ثامن القسم الغربي الخفارة الثامنة والثلاثين وبات مهددا بفقدان مركزه المؤهل إلى الأدوار الإقصائية لمصلحة دالاس نيفريكس حيث يتسويان بعدد الانتصارات مع الانبيئي نختم هذا الموجز الرياضي وعود عليك كمان أماني شكرا جزيلا لك الظهيرة انتهت في ختامها تذكير بالعنوين الأسد يبدي استعداده لإجراء انتخابات الرئاسية المبكرة والكريملين ينفي وجود تفاهم مع واشنطن على مستقبل الرئيس السوري العباد يقدم تشكيلته الوزارية الجديدة للبرلمان والقوات العراقية تدخل مركز قضائه وسط فرار مسلح داعش نعلى لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة ترمي حكومة الوفاق الوطنية الليبي تبدأ عملها في ترابلس ورئيسها يتعهد إجراء مصالحة وطنية من دون إقصاء أحد مواجهات في اسطنبول بين قوات الأمنة التركية ومتظاهرين يحتجون على عمليات الاهتقال التي تشنها الشرطة لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء